فقرة من أحب الفقرات لقلبي لأن الضيف اللي معايا فيها من أحب الناس ليا وشخص شديد الاحترام وشديد الفن وشديد الإصرار وشديد الإخلاص وبيحب بلده جدا جدا وعنده أفكار أتمنى يا رب يا رب يكون حد مسؤول من وزارة الشباب ورياضة ومسؤول من وزارة الثقافة يكون بيتفرج علينا لأن زميلي اللي معايا دلوقتي الحياة محتاج حد يقوله تعالى يابني دينا الأفكار دي عشان ينفذها لأن احنا على المستوى الاجتماعي والمستوى الإنساني ومستوى تنشئة الأفصال والشباب محتاجين لفكرة أنا ما سمعتها قلت له أقسم بالله لو معايا إمكانيات لعملها في أكبر مكان في الدنيا ومش هتكسف لأن كل حاجة احنا عايزنا بنتطلوبها من سيادة الرئيس سيادة الرئيس لو سمحت فكرة بتاعة الزميل العظيم اللي معايا دلوقتي لو ليها مكان في العاصمة الإدارية الجديدة هنكون ممتنين جدا لحضرتك وحضرتك بتدعم كل المجتمع وبتهتم قوي 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 بالشباب وبالأطفال فأرجوك يعني يا رب حد يوصل لحديك الفكرة اللي حنقولها دلوقتي أنا برحب بزميلي الأستاذ الكبير مقاما وفنا والصغير سنا الأستاذ محمد علام يا أستاذ محمد الزميل أهلا بحالتك يا سوزة ناشوة ومرسي جدا على المقدمة العظيمة اللي أنت دي أقل من إمكانياتك والله وأقل من إمتك الحمد لله أنا اشتغلت مع حضرتك وسمح لي بقولك حضرتك أنت خوية صغير بس أنت أستاذ وعملنا مع بعض عرض سيلفي مع الموت وأنت كنت المخرج وأخذنا فيه درع مهرجان الفجيرة في أول يوم وكل الناس تلفت حواليك وقيت لك أنت كرم مطاوع وجلالي الشرقوي وكما يسير مجموعة مخرجين أكابر في بعض الحمد لله يا رب عليك الحمد لله يا رب عليك يعني أنا سعيدة جدا وحزينة جدا طبعا حقيقة سعيدة لأن انت عملت على سوشيال ميديا ألبان بقلت حوالي أسبوع عشر تيام الدنيا متكسرة بفيديوهات انت عملتها انت وبنوتة لذيذة جدا فيديوهات الفيديو دقيقة وانا عرفت ازاي انا يعني ببعوتش كتير على سوشيال ميديا بس لقيت ابني بيقولي هو دايما بيبعطوا لي حاجات يعني وانا أولادتي ميتحكوش بسهولة الجيل ده انت عارف ميتحكوش بسه فقال لي ما اما هبعطلك فيديوهات كل ما تكوني من دايق ارجوك اتفرجي يعني اولا حاسب عصاتكو تبتتحكي فبعطني الفيديو طبعا فطسط اللي هو الفيديو المفروض انت المفروض وكأن واحدة زميلة بتمثل دول مراتك بالضبط وملزقين وتحبوا بعض بسماجة طبعا انتو اوبر ده حقيقة وفيه حتى نجوم زميلنا انا احمد العوض يلاجب الكبير تحية لي طبعا شاير فيديوهاتك وقال انا بحب العيال دي جدا حقيقة يعني وانا مسألتك قلتلك انت معندكش قناة بحطت عليها الفيديوهات دي فقلتلي لا لسه قلتلك انت عامني ده عاملة ملايين وفيه ناس بتستفيد حقيقة محمد انت مش دعلان ان انت عامل ملايين في فيديو دقيقة وفنك العظيم اللي انت بتحارب عشان يكون موجود مش محقق النجاح يعني انت في اسبوعين عملت معرفش عشرة مليون كل حد هنا اثنين مليون وهنا ثلاثة مليون وهنا خمسة اكتر من عشرة مليون في اول اسبوع اتكلمني عن التجربة دي انا اولا بشكر حدرتك جدا جدا ان انا موجود معاك دي حقيقة لان انا بحب اظهر مع المحترمين حقيقة مش هزهر الحاجة التانية ببساطة شديدة انا بقالي مثلا 16 سنة في الاحتراف في عالم الفم بفضل الله يمكن عملت حاجات مؤثرة جدا جدا في المصرح المصري بفضل الله عز وجل ودايما لما كنت بقى مس البلدي برا مصر في مهرجان كنت طالب في المعهد كنت دايما بجيب اول واجي بفضل الله عمري ما روحت مهرجان فيه تسابق الا ما خدت اول اخراج او اول تنسيل وارجع لاكاديميتي بفضل الله مسك الدرع وان احنا اول الحاجة الحمد لله وبعد كده بدأت اعمل حاجات افكار جديدة خالص في المصرح المصري اعملت حاجة اسمها مسرح الجريمة